موسيقى سيؤدي قرار وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارجة الثادر يوم امثل اثنين بخصوص قطع كل اشكال التواصلة والتعاون مع صفارة المانيا بالمغرب الى اغلاق ابواب العمل المشترك بين البلدين في عدة مجالات لكن المجال الامني قد يكون الاكثر تضررا بالنظر للدور الذي تلعبه الرباط في مد المانيا بالمعطيات الاستخباراتية الحساسة منذ توقيع اتفاق التعاون الامنية سنة 2016 ويشكل تبادل المعلومات الامنية والاستخباراتية بين برلين والرباط احدى اهم دعامات العلاقات التنائية بينهما خاصة في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وهو ما بدى جليا من خلال المعلومات التي وفرتها المملكة للحكومة الالمانية بخصوص استهدافها من طرف مجموعات متطرفة وتحديدا في سنتي 2016 و2018 الامر الذي اثهم في تجنيب هذا البلد الاوروبي انهارا من الدماء ويتجاوز التعاون الامنية المغربية الالمانية تبادل المعلومات الى العمل الميدانية ففي دجنبر من سنة 2018 ذارت عناصر من الاجهزة الامنية المغربية المانية للمشاركة في تحقيقات حول تخطيط اربع متطرفين لتنفيذ عمليات ارهابية في شتوتغيرت وذلك بعد ان فتحت النيابة العامة هناك تحقيقا في هذه القضية استنادا الى معطيات وفرتها سلطات الرباط انطلاقا من معطيات حصلت عليها من خلال تتبع محادثات جرت بين شخص ثورية وشابة مغربية وفق ما اورده موقع صحيفة شبيغل الالمانية وجنبت هذه المعطيات المانية مأساة كبيرة كون ان المجموعة المتطرفة كانت تخطط للقيام بهجمات على موقع حساسة في شتوتغيرت من بينها مطار المدينة وذلك تزامنا مع الاحتفالات باعياد الميلاد وهو ما يفسر تعامل السلطات الالمانية مع هذه المعلومات بسرعة وجدية عكس ما حدث سنة 2016 حين تباطأت في التعامل مع تحضيرات مغربية بخصوص امكانية وقوع هجمات وسط العاصمة برلين ففي مارس من سنة 2019 كشفت وكلة الانباء الالمانية ان اجهزة المخابرات المغربية اخترت نظيرتها الالمانية في 2016 بوجود احتمال لتنفيذ هجمات من طرف ثلاثة اشخاص يدينون بالولاء لتنظيم داعش اتنان منهما يحملان الجنسية المغربية والتالي التونسية والذي لن يكون الا انيث عمري الذي نفذ يوم 19 دجنبر 2016 عملية دهث بواسطة شاحنة داخل ثوق لاحتفالات رأس الثنة في برلين ما ادى بحياة 12 شخصا وهو ما كان من الممكن تفاديها لو لم تفضل المخابرات الداخلية الالمانية التثبت من المعلومات المغربية عبر وكالة الاستخبارات الامريكية والتي لم ترد الا بعد وقوع المأثاة وتشكل الثفارة الالمانية في الرباط احدى همزات الوصل في تنزيل الاتفاق الموقع في اواخر فبراير من سنة 2016 بين وزيري داخلية المغرب والمانيا حينها محمد حساد وطوماس ديمستير والذي يغطي كل مجالات التعاون الامنية في مجالات محاربة الارهاب الدولية والجريمة المنظمة والاتجار في البشر وتهريب البضائع والهجرة السرية ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل هذا التعاون في ظل الاستياء الدبلوماسية المغربي من برلين علقت وزارة الخارجية الالمانية على القرار المغربي بقطع العلاقة مع المانيا ونقلا عن وثائل اعلام المانية فقد كشفت وزارة الخارجية انها علمت بقرار المغرب قطع علاقاته مع المانيا عبر التقارير الاعلامية ووفق القناة التلفزيونية الاخبارية الالمانية انتفيه فقد اكدت الوزارة ان القرار ما ذال غير واضح في تفاصيله لبرلين مشيرة الى ان التفاصيل الدقيقة لهذه الخطوة وحيتياتها ما ذالت مجهولة هذا واعلنت المملكة المغربية يوم الاثنين تعليق جميع اليات التواصل مع السفرة الالمانية في الرباطة والمنظمات الالمانية المانحة وكشفت مرسلة وجهها ناصر بوريطا وزير والشؤون الخارجية والتعاون الافريقية الى سعد الدين العثمانية رئيس الحكومة المغربية وايضا الى اعضائها ان هذا القرار جاء بسبب ثوء التفاهم العميق مع المانيا في قضايا اساسية تهم المملكة المغربية ودعا بوريطا في المراثلة القطاعات الحكومية الوزرية المغربية الى وقف اي اتصال او تعاون مع السفرة الالمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الالمانية التي لها علاقة بالسفارة اعلن المغرب اليوم الاثنين الاول من مارس 2021 تعليق جميع اليات التواصل مع السفرة الالمانية في الرباطة والمنظمات الالمانية المانحة وكشفت مراثلة وجهة ناصر بوريطا وزير والشؤون الخارجية والتعاون الافريقية الى سعد الدين العثمانية رئيس الحكومة وايضا الى اعضائها ان هذا القرار جاء بسبب ثوء التفاهم العميق مع المانيا في قضايا اساسية تهم المملكة المغربية واوضحت المراثلة ان القرار يتعلق بقطع جميع العلاقات التي تجمع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية مع نظيرتها الالمانية ودعا بوريطا في المراثلة القطاعات الحكومية الوزارية المغربية الى وقف اي اتصال او تعاون مع السفرة الالمانية وكذلك منظمات التعاون والمؤسسات السياسية الالمانية التي لها علاقة بالسفارة ويبدو ان هذا القرار له مبرراته القوية وجاء بعدها فوات كبيرة قامت بها الدبلوماسية الالمانية وسجلتها الرباطة اخر والسماح برفع علمي عصابة البوليثاريو الانفصالية امام مبنى البرلمان الالمانية وفي خبر اخر يستعد المغرب وبريطانيا لاطلاق خط بحري مباشر لنقل الوضائع بهدف تجاوز التأخير الذي يحدث عن طريق الخطوط البرية عبر القارة الاوروبية والعراقيل الجديدة المتعلقة بالقوانين المفروضة على الثلع المتوجهة الى بريطانيا بعد خروج الاخيرة من الاتحاد الاوروبية فيما يعرف بالبريكسيت ووفق ما اورده موقع دي جروسر البريطانية المتخصص في اخبار الاقتصاد فان شركة يونيتد سيا وايز المتخصصة في نقل وشحن البضائع عبر البحر هي التي ستعمل على تأمين هذا الخطي البحري المباشر خلال الشهور القليل المقبلة وحسب دات المصدر فان هذا الخط البحري سيربط بين ميناء طنج المتوسط في شمال المغرب وميناء بول الواقع في جنوب بريطانيا وسيكون خطا بحريا مباشرا بدون اي سوقف في موانئ اخرى وسيقلل مدة الرحلة من 6 ايام عبر الطرق البرية الى اقل من 3 ايام وسيسهل اطلاق هذا الخط البحري المباشر بين المغرب وبريطانيا نقل البضائع المغربية الى بريطانيا خاصة بعد توقيع المغرب وبريطانيا اتفاق الشراكة في المجال التجارية ودخول الى حيث تنفيذ بداية يناير الماضية وهو الاتفاق الذي كان قد تم توقيعه في لندن في دونجنبيرا الماضية من اجل تعزيز علاقاتهم التجارية وفتح الباب امام الاستثمارات في كل البلدين وتثع بريطانيا من خلال اتفاق الشراكة مع المغرب الحفاظ على استمرار التبادل التجارية مع المملكة الذي كان معمولا به في اطار الاتفاق المغربية مع الاتحاد الاوروبية لكن بعد خروج من الاتحاد فرض عليها الوضع الجديد خلق شراكات جديدة لابقاء الوضع السابق دون اي تأثير وهو ما دفع لتوقيع اتفاق الشراكة مع المغرب وحسب المكتب الوطني للإحصاء البريطانية تعتمد بريطانيا على الوريدات المغربية من الخضر والفواكه حيث تشكل المنتوجات الفلاحية نسبة 80% من الصادرات المغربية الى بريطانيا وتصل قيمة الصادرات المغربية الى بريطانيا الى ازيد من 800 مليون دولار تدخل فيها الصادرات الفلاحية اضافة الى الصادرات الملابس والاجهزة الالكترونية وصناعة السيارات والطائرات لكن الصادرات الفلاحية تبقى هي الاكثر تصديرا من المغرب الى بريطانيا وبالمقابل فان المغرب يستورد ما قيمته اكثر من 800 مليون دولار ايضا وفق احصائيات المكتب المذكور وتتوذع الوريدات المغربية من بريطانيا بالاساس على قطاع السيارات والمحروقات والطائرات والملابس ونظرا لاهمية الشراكة بين المغرب وبريطانيا كشف السفر البريطاني في المغرب سيمون مارتن خلال تصريح للاذاعة الوطنية المغربية ان لقاء الرافع المستوى بين المسؤولين المغاربة ونضرائهم المغاربة من المتوقع ان يتم عقده في المستقبل القريب من اجل بحث ثبل الاستثمار والتبادل التجاري وتوقع الاتفاقيات الثنائية في هذين المجالين